اهلا محاضراتكم مرة تانية بعد الفاصل الرئيس عبدالفتاح سيسي وجه بزيادة الحافز الاضافي لسعر اردب الامح في المحصول الجديد وده لتشجيع الفلاحين على توريد اكبر كمية ممكنة ده بالاضافة للجهود اللي بتتم في المشروعات الزراعية العملاقة زي مشروع مستقبل مصر لزيادة المساحات المنزرعة وتحقيق وفرة في الانتاج الزراعي معنا في الاستوديو الدكتور محمد القرشة المتحدث باسم وزارة الزراع عشان يكلمنا عن هذا الحافز الاضافي يكلمنا كمان عن محصول الامح هذا العام والتوسعات اللي الدولة بتعملها خلال الفترة الماضية في هذا المحصول المهم جدا المحصول الاستراتيجي صباح الخير عليك دكتور صباح الخير رجل محمد يا اهلا بحضرتك صباح الخير يا دكتور من أول صباح الخير زيديرصبму احنا عايزين بس نطمن السادة المزارعين في الاول ان في زيادة في الحافز ودي طبعية بس عايزين نعرف برضو على اي اساس بتحدد هذه الزيادة يعني الأول اسمح ليشكر حضراتكم والحقيقة إحنا الدولة المصرية من فترة كبيرة وهي بتتبنى منهج ليه التوسع في الزراعات والمحاصيل المنزرعة بشكل عام طبعا المحاصيل الاستراتيجية لا أهمية كبرى إحنا عندنا مجموعة محاصيل مهمة بنعمل عليها حاجة اسمها زراعة تعقودية الفلاح قبل ما بيزرع بيبعارف إن المحصول ده يتم توريده للدولة فبالتالي ما بتعبش أبدا فيه تسويق هذا المحصول الدولة عندنا محصول الأمح ده من المحاصيل اللي احنا بنطبق عليها هذا الأمر فكرة زراعة تعقودية وطبعا الأمح احنا كل سنة أو بنحدد التكاليف بتاعة الأمح بتاعة المحصول وبعد كده بنبدأ نعود مع وزارة التموين ويتم تحديد سعر بحيث ما يكون سعر مرضي للفلاح طبعا هذا العام سعر السنة اللي فاتت مقارنة بسعر السنة دي هو هذا العام الحقيقي احنا حددنا السعر كمان في خطوة ستباقية احنا محددين قبل الموسم يعني احنا ما استنناش لما الفلاح يزرع علشان نحدد له السعر وده كان اللي بيتم تطبيقه في معظم السنين السابقة انما السنة دي احنا حددنا السعر قبل ما الفلاح يزرع في الأرض لان احنا كنا حطين سعر تحفيزي اللي هو 820 جنيه وده كان تقريبا احنا بنكلم في حوالي 100 جنيه زيادة مقارنة بالعام الماضي وكان الهدف من ده ان احنا عايزين نحفز المزرعين ان هم يزرعوا أمح وتوسعوا فيه زراعة الأمح نظيم ده ده اللي مفروض يحصل بس فيه بعد توجهات ساعة الرئيس هيكون في حوافظ إضافية اه طبعا هيكون فيه مجموعة حوافظ إضافية لان احنا زي ما قلنا احنا عايزين نشجع المزرعين ان هم يزرعوا أمح واحنا بالفعل زراعنا كمية أمح كبيرة احنا بنتكلم في 3.6 مليون فدان تم زرعتهم اكتر كمان من 3.6 مليون فدان وده رقم حياة رقم مهم جدا دي كل المساحة المزروعة في مصر من الأمح الأمح محصول الأمح فقط احنا سنديم نتوقع توريد كم طن أمح احنا نتوقع حصاد ما يقرب من 10 مليون طن إن شاء الله هيتم توريد منهم نتوقع ان احنا من 5 ل 6 مليون طن تقريبا هيتم توريدهم إن شاء الله لوزارة التموين والصوامع التابعة للدولة المصرية طبعا السعر اللي تحط ده سعر يعني كويس لكن كمان السيد الرئيس وجه بحزمة حوافظ إضافية طبعا أول هذه الإجراءات احنا كان لابد إن احنا كمان نزود النقط بتاعت التجميع لأن الفلاح كان بيحصد الأمح وبيمشي مسافة طويلة عشان يروح يورد في نقطة التوريد احنا كمان دلوقتي حطينا نقطة توريد وخلينا الجمعات تخش معنا بحيث يكون فيه عدد كبير من نقاط التوريد بالتالي نقلل على الفلاح الانتقال والمسافة اللي هو ممكن يمشيها فده أيضا يعتبر توفير للفلاح كمان احنا عندنا إجراءات أخدناها والدولة أخدتها من فترة طويلة هدفها كان زيادة انتاجية الفدان والتطوير انتاجية الأقمح طبعا إلى جانب المشروعات اللي قامت بها الدولة المشروع مستقبل مصر بالضبط يعني مشروع مستقبل مصر ومشروع دلتا جديدة والمشروعات الخاصة بتطوير مناطق جنوب الوادي وسيناء كل هذه المشروعات بتساهم معنا في زيادة المساحة المنزرعة بالأمح وأيضا بتلبي احتياجات باقي المحاصيل والسلعة الرئيسية للدولة المصرية مسألة كمان نشتغل على وعي الفلاحين وإيه أنواع الأمح اللي تتزرع في الصعيد وإيه أنواع الأمح اللي تتزرع في الدلتا بالضبط ده الحقيقة دون قطة مهمة جدا ودي كانت المحور التاني لتطوير زراعة الأمح احنا بنعمل حاجة اسمها المشروع القومية لتطوير بعض المحاصيل الاستراتيجية والمشروع ده أو احنا بنشتغل على مشروع لتطوير زراعة الأمح طبعا كان من هذا المشروع أن احنا استنبطنا أصناف جديدة من الأقمح تريد من حوالي 5 أو 6 أصناف خلال الفترة الأخيرة هذه الأصناف لها قدرة أكبر على انتاج كمية أعلى من الأقمح مواجهة بعض الآفات أو بعض الأمراض اللي كانت ممكن تأثر على انتاجات الأقمح أيضا تحمل بعض الظروف المختلفة اللي ما كناش بنقدر نتحملها قبل كده أو كان الأمح مقدرش يتحملها قبل كده علشان تدي انتاج في وظل التغيرات المناخية وفي ظل التوسعات اللي احنا بنقوم بها في بعض المنطقة الجديدة ده حاجة الحاجة التانية أنه برضو البحث العلم يشتغل على تطوير أساليب الزراعة فاحنا مثلا بأننا بنطبق حاجة اسمها زراعة على المساطب ودي احنا عملنا لها جبنا ألفين سطارة والسطارات دي بتقوم بتجهز التربة وبتحط زي مساطب بتبقى موجودة عشان بيتم زراعة الأمح عليها ميزة المساطب دي انها لو حصل لقدر الله بعض التغيرات الجوية أو بعض الظروف الغير مناسبة بيكون الأمح اللي مزروع على المساطب أكثر مقاومة لمثل هذه التغيرات كمان يعني إحصائيا كده أو بالشغل العلمي اللي احنا درسناه الأمح يدي اتنين أرداب بزيادة لو تزرع بنظام زراعة على المساطب فده انتاج أعلى وده خلنا نوصل بعد الجهود دي كلها تطوير تقاوي ودعم أسمدة وتطوير نظم زراعة وإرشاد ومدارس حقلية وحقول للموزاجية ومشاريع قوم الحاجات دي خلنا نوصل نحن نضاعف خلال أقل من عشر سنوات انتاجية الأمح الأمح كان بينتج عشر للاثناشر أرداب النهاردة بيوصل لعشرين أرداب متوسط الانتاج لكن في ناس متفاوقة للفدان في ناس متفاوقة ومتميزة بيوصلوا لأكتر من كده بيوصلوا لخمسة وعشرين وثلاثين أرداب وكان مع الوزير كرم بعض من نمازج الفلاحين اللي التزموا بالتوصيات بشكل كامل وقدروا يحسنوا من انتاجهم بشكل جيد عظيم دي خلنا نسأل حضرتك هل بيكون فيه حملات توعية أخرى لباقي المزارعين عشان برضو يعني يكون فيه تحسين في السلالات وانتاجية أكتر في الأراضي بتاعته آه طبعا احنا كمان بنعمل حاجة اسمها الخريطة الصنفية يعني الخريطة الصنفية إذا ما حضرتك قلت كده أو إذا هدير قالت أنا كل واحد بيزرع في مصر في كل محافظة احنا بنحدد له عدد الأصناف اللي هتجود في هذه المحافظة ده طبعا وفقا لمتغير كتير جدا نوعية التربة نوعية المية الزروف الجوية في هذه المنطقة نسب الحرارة نسب الرطوبة الشبورة الرطوبة كل المعايير دي بنحطها في الحسبان وبنبدأ نحدد أنهي محصول أو أنهي نوع من أنواع الأمح أفضل للزراع علشان ندي أفضل انتاج ممكن وعلشان كده دايما بنشد الفلاحين أن هم يلتزموا بالخريطة الصنفية لأنه ممكن واحد يشوف محصول بيدي انتاج أعلى في محافظة مثلا كفر الشيخ أو في محافظة أسيوت ويجي يروح يزرعه في كفر الشيخ فيلاقي الإنتاج مش هو ده المطلوب ليه لأن هذا المحصول بيجود أو هذا الصنف بيجود في محافظات الصعيد بجوها وتقصها وظروفها البيئية إنما مش هيجود في كفر الشيخ في أصناف أخرى بديلة ممكن تجود في كفر الشيخ علشان كده الالتزام بالخريطة الصنفية دي من أهم الحاجات وأيضا إحنا أطلقنا تطبيق اللي هو هودهود المساعدة الزاكي الفلاح اللي من خلاله يقدر يسأل التطبيق يسأل الموبايل والموبايل يرد عليه ويتفاعل معاه ويصور النبات بتاعه ويبعث له التوصيات ويسأل على التوصيات العلمية المطلوبة ويبقى فيه تفاعل بينه وبين الموبايل بحيث أنه يقدر يطور من إنتاجيته وإحنا حطينا محصول أمح من أول المحاصيل اللي احنا أطلقناها أو عملنا عليها خدمة الإرشاد من خلال تطبيق هودهود كيف عاموا مع التطبيق ده أخباره إيه؟ بسيط جدا وصول التطبيق ده للفلاحين فعلا إيه؟ التطبيق بسيط جدا جدا يعني احنا عمدينه أسهل ما يكون يقدر يصور يعني حتى لو مش قادر يكتب هيصور بس النبات ويبعت والتطبيق هتفاعل معاه وهيرد عليه على طول لو هو محتاج يعرف توصيات احنا حطينا له يعني الأسئلة أو الفكرة دي كلها بسيطة جدا آيكون واحدة يقدر من خلاله يتفاعل مع التطبيق الحقيقة احنا تقريبا التطبيق ده تفاعل عليه بيتضاعف يعني احنا في آخر شهر تقريبا تضاعفنا 30 ضعف وشغالين عليه بشكل مستمر وإن شاء الله يعني هيكون التطبيق ده من الأدوات المهمة جدا اللي من خلالها نقدر نوجه الفلاحين ونساعدهم إنهم يقدروا يزرعوا محاصيل بشكل أكثر جدوى وأكثر أو أقل في التكلفة وأكثر في الإنتاجية طيب دكتور محمد احنا في وقت محتاجين مجهود كل مزارع وكل فلاح في مصر أخذك كلمة في البداية عن حاجة مهمة جدا هي الزراعة التعاقدية أن أنا بطمن الفلاح بقوله هتزرع ده فأنا هاخده منك يعني أنت ما تشغلش بالك بعملية التسويق وبنتفق معاك كمان على السعر قبل موسم الحصاد هل في تواصل تام مع الفلاحين في هذا النقطة تحديدا أو في هذا النقطة تحديدا في المحاصيل اللي فيها فجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك المحاصيل اللي أنا محتاجها يعني أنا مثلا عندي بصل كتير مش محتاج بصل فهل مثلا ينفع أن أنا أوجه الفلاحين بأنهم يزرعوا حاجة تاني غير البصل أنا محتاجها؟ بس خليني أقول لحضرتك إحنا عندنا فكرة الزراعة إحنا يعني في حرية في الزراعة واختيار الفلاح لكن إحنا بنساعد من خلال توجيه الفلاح بأن أنا بقوله أن أنا هشتري منك بسعر ضمان أو هشتري منك بميزة نسبية فبالتالي هو كمان بيكون حريص قد يكون بعض المزرعين لهم التعقدات أو لهم التفقية دولية أو إجراءات تصدير هي مش إجبارية والإلزامية فقط للتوعية بالضبط فهو بيختار وعارف هو بيختار إيه لكن إحنا مثلا في محاصيل مهمة جدا زي محصول البنجر محصول الأصب محصول الأمح هنلاقي عندنا بعض المحاصيل الزيتية وإحنا عندنا الحياة احتياج لزراعة المحاصيل الزيتية هنلاقي الدولة دخلت بنفسها كمشتري لهذه المحاصيل ومثلا المحاصيل الزيتية زي الفول السوية والعباد الشمس أو ظهرة الشمس إحنا الدولة اشتراتهم بسعر كان منافس جدا وحددت السعر قبل الزراعة برضو وكان متحدد بـ 8500 جنيه للطن وده رقم الحياة كرقم مميز جدا في السوق وده يشجع ناس أنهم يخشوا يزرعوا وبالتالي يطلع علينا إنتاج وبالتالي يغطي احتياجاتنا من هذه المحاصيل الأمح بنحط فيها نفس الكلام المحاصيل السكر البنجر والأصب دي من المحاصيل أيضا المهمة جدا واللي الدولة بتتعاقد فيها وبيتم التعاقد وبيتم كمان مش تعاقد بس نحن كمان بنورد لهم تقاوي بنساعدهم في خدمات فنية بنقدم لهم بعض الجهود اللي من خلالها هنقدر نطور انتاجيتهم لأن دي محاصيل استراتيجية بالنسبة للدولة المصرية في محاصيل تانية اللي هي المحاصيل التجارية برضو محاصيل مهمة بالنسبة للدولة المصرية لأن كمان دي بتساهم في زيادة الصدرات يعني احنا الحمد لله مصدرين أكتر من 5 و 6 من 10 مليون طن هنلاق عندنا الدولة المصرية الدولة الأولى في تصدير الموالح الفراولة عندنا انتاج كبير جدا في الزيتون والطمور عندنا تميز في البطاطس والبصل والطماطم كل دي محاصيل وكل ده جهود بتبقى موجودة فاحنا عندنا توسعات بنحدث أو بتحدث بتغطي المحاصيل الاستراتيجية بتغطي المحاصيل التصديرية بتغطي كل احتياجات الموطن المصري الحمد لله احنا عندنا تقريبا اكتفاء كامل من كل محاصيل الخضر والفكهة في مصر عندنا اكتفاء كامل من معظم مصادر البروتين من أصل حيواني في مصر فالحمد لله كل ده بيساهم في تلبية احتياجات الموطن المصري وتحقيق الأمن الغذائي صحيح طيب كمان احنا بنتكلم عن التوسع في زيادة الانتاجية من اللحوم بنتكلم عن مشروع قومي للبتلو وتوجيهات رياسية كمان بالمديد من العمل في هذا السياق طبعا فكرة البروتين من أصلحة حيواني دي من الحاجات المهمة جدا بالنسبة لصحة الموطن المصري ويمكن شايفين اهتمام الدولة المصرية حال اهتمام بقطاع الزراعة لأهميته الاقتصادية وأهميته البيئية وأهميته الاجتماعية ولكن كمان أهميته في تحقيق الأمن القومي المصري لأن الأمن القومي مش أمن حدود بس الأمن القومي هو تلبيت احتياجات الموطن المصري بما فيها احتياجات الأمن الغذائي فالأمن الغذائي ده أصبح أولوي لو بصينا لفكرة البروتين من أصلحة حيواني هنلاقي الدولة المصرية بتشتغل على أكتر من بعض اللحوم الحمراء، الألبان، بيد المائدة، الدواجن، الأسماك كل دي بداء للبروتين من أصلحة حيواني تقريبا كل المصادر دي بلا استثناءة إلا اللحوم بس تقريبا عندنا فاكتفاء ذاتي وأحيانا بنصدر ما يفيد ويمكن الموقف الوبائي المصري تم تغييره مؤخرا يعني أصبحنا دولة ذات منشآت خالية عندنا 37 منشآت خالية في الإنتاج الداجيني وعندنا حوالي 14 منشآت بحاملات البيتارية المستمر طبعا 14 منشآت خالية في الحوم أو الإنتاج الحيواني ده يساعد بأن نجذب مزيد من الاستثمارات طيب الكلام اللي احنا عملناه ده أو اللي بيحصل ده هنلاقي عندنا برضو نفس الفكرة اللي بتنتهجها الدولة المصرية توسعات في زيادة القوة الإنتاجية وأيضا توسعات رأسية لزيادة إنتاجية الوحدة نفسها فهنلاقي في الإنتاج الحيواني مثلا مشروع البيتلو المشروع ده كان في 2010 أو قبل كده بشوية كان كل المخصص ليه 100 مليون جنيه النهاردة احنا أصبح المخصص ليه من 2017 حتى اليوم بتوجهات القادة السياسية وصلنا 15 مليار جنيه مخصص لهذا المشروع هذا المشروع تم تمويل أكتر من 40 ألف مزارع 400 ألف رأس ماشية تريبا تموا تمويلها من خلال هذا المشروع ب7 مليار جنيه ولسه مستمرين في عملية التمويل ده بيوضح ويبين قد إيه القادة السياسية بتنظر إلى هذا الملف بأهمية كبرى والحياة لما احنا هنمول المشاريع دي أو هنزود إنتاج وكمان لما نعمل تحسين وراسي عوز محمد هيكون عندنا عائد هيكون فيه إنتاج ألبان الدولة هتسيب الفلاحي يتعرض لمخاطر تلف هذه المنتجات لا أنشأت مركز تجميع ألبان وكل مركز من دول إدات له شهادة الهسب ليه شهادة تولية معتمدة الحقيقة وده بيساهم فيه إمكانية أن احنا نحافظ على جودة المنتج اللي خارج ويكون عندنا معايير دقيقة لتقييمه زي ما أنشأنا الصوامة الحفظة على الغلال بالزبط بالزبط ده أمر في غاية الناس كنتشو على فكرة أيام ما كانت الدولة بتنشئ الصوامة كما يقولون مدركة أهمية ما عندنا الشوانة الطرابية وإيه المشكلة ما إحنا ليه بننشئ ونكلف قد نشوف النهاردة القرارات الأخذات الدولة المسرية خلال الأزمات بنعرف قيمة المشاريع اللي ما بنبقاش مدركين أهميتها في هذا التوقيت حتى الطرق حتى الطرق برضو بدأنا نشوف دلوقتي أهمية الطرق طريق زي محور الضبع ده اتخلق عليه مجتمع ب2.2 من 10 مليون فدان بنقول عليه الدلتة الجديدة موازل الدلتة القديمة طريق الصوت الغر بنفس الحكاية أنفاء سيناء ما كانش الناس متخيلين مدى أهمية أنفاء سيناء دلوقتي فيه 500 ألف فدان بيتم زراعاتهم أو هيتم زراعاتهم إن شاء الله في مناطق سيناء نتيجة ربط سيناء ببقر محافظات الجمهورية فالحقيقة الجهود اللي بتقوم بها الدولة المصرية جهود تنمية شاملة ومتكاملة وليه كل مقدرات هذا الوطن ونت تتكلم نكتور محمد عن محور الضبع لازم نتكلم عن مشروع مستقبل مصر وما حققه أو ما تم انتاجه من هذا المشروع خلال الفترة الماضية وأنه كان عامل من العوامل المهمة جدا لساعدتنا في عز أزمة فيروس كورونا طبعا إحنا هذا المشروع هو الحياة فعلا هو مستقبل مصر لأن المشروع ده أحد مكونات الدلتة الجديدة نتكلم هذا المشروع الوحده وحوالي 500 ألف فدان تقريبا نتزارع فيهم حوالي مقربين على 350 ألف فدان تم زراعتهم بالفعل وجال يستكمال زراعة باقي المساحات طبعا المشروع ده مشروع مهم لأن الأرض دي أرض من أجود أنواع الأراضي اللي كانت موجودة في مصر نكونش عارفين نروح لها ليه؟ ما كانش فيه طريق يودينيها وهنزرحها إزاي ما كانش فيه مياه فالسيد رئيس وجه بإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعية معالجة سلائية وسلسية عشان تطلع بأعلى المعايير والمواصفات القياسية ونستخدم هذه المياه طاقة 6 مليون متر مكعب يومي لزراعة هذه المنطقة فأصبح عندنا تربة خزبة وقمنا وزارة الزراعة ومعا الوزير الأستاذ القصير الحيوجه بإن يتشكل فريق لحصر وتصنيف التربة وتحديد المناطق اللي يمكن زراعتها والحياء كانت تواصل مستمر وتواجد مستمر بالتنسيق مع مختلف الجهات بالدولة طبعا تم تحديد المناطق اللي يمكن زراعتها والمناطق اللي يمكن زراعتها تم عمل دراسات على الأرض بالضبط والمشروع مش بس يبقى زراعي لأن المناطق اللي يمكن زراعتها دي هيقوم عليها أنشطة مكملة لأنشاط الزراعي وده يخدم الاقتصاد الكل الحقيقة لأن احنا نحط قيمة مضافة على المنطق الزراعي ده في حد ذاته أمر مهم جدا لأن ده يرفع من قمة التسويقية في الخارج وده يدينا فرصة بقى لتتوسع في المحاصيل الاستراتيجية هذه المنطقة يجود فيها العديد من المحاصيل المهمة بالنسبة لنا في الدولة ماذا مزروع فيها فبا؟ مزروع فيها أمح مزروع فيها بنجر مزروع فيها بعض محاصيل الخضر والفاكهة فعندنا تنوع كبير جدا فيها خصوصا أن احنا لكل منطقة بنعمل لها حاجة زي كشف بيء المحاصيل التي تجود في هذه المنطقة ده وفقا طبعا لزروف التربة وزروف الميا بيتعامل تركيب محصولي مناسب لكل منطقة وطبعا الحقيقة بيتم تطوير هذا التركيب وفقا للمتغيرات وفقا لزروف السوق وفقا للأمور المستجدة بس الحقيقة المنطقة دي هتغطلنا جزء كبير جدا من احتياجاتنا زي هي تشكى كمان يعني بينعكس على وفرة السلع في الأسواق يعني احنا بنتكلم تقريبا لو حضرك حسبنا هلا أننا كنا بنزرع على من 3 مليون فدان النهاردة احنا زرعنا 3.6 مليون فدان أكتر كمان من 3.6 مليون فدان فده رقم مهم جدا 600 ألف فدان ضمن جم منين أو يمكن أكتر كمان من 600 ألف فدان جم منين جم من هذه المشروعات مشروع زي مشروع مستقبل مصر مشروع زي مشروع الدلتة الجديدة مشروع زي التشكة كل هذه المشروعات بتضيف لنا مساحات جديدة نقدر نزرع فيها والحقيقة كمان الدولة المصرية تهتم فيه زراعة هذه المساحات الجديدة أنها تكون مطبقة لأعلى معايير جودة الانتاج أن يتطبق فيها نظم الرأي الحديث والمطور يتطبق فيها أساليب الزراعة الحديثة وفقاً لأفضل التوصيلات العلمية في ذلك الشأن بيتعامل فيها تطبيق ليه كمان انتاج أو استخدام بها التقاوي المصرية عالية الانتاجية كل ده بيبقى الحقيقة نموذج يحتذى به بيخلي كمان الفلاحين هما يتشجعوا لأنه بيشوفوا بعنيهم نتائج موجودة ويشوفوا أثار موجودة على الأرض فهما كمان بيكونوا حرصين على تطوير نفسهم وده بيخلينا نقدر نطور المساحات القديمة الموجودة عندنا تسعة واربعة من عشر مليون فدان بيتم العمل على تطويرهم باستمرار والحقيقة المشروعات اللي بتدخل دولة المصرية النهاردة هيكون لها برضو انعكاس مهم جداً للأجيال اللي جاية احنا ممكن منكنش شايفين أو حاسين باللي بيحصل في الدولة لكن الأجيال اللي جاية نتيجة المشروعات مثلاً إذا مشروع تطوير راي الحقلي اللي الدولة بتوفر فيه أو بمخصصاته 60 مليار جنيه تقريباً علشان نموّل المزارعين بدون تكلفة تمويلية وعلى أقصاط على عشر سنوات علشان يقدروا يطوروا نظم الراي ده في حد ذاته يقل تكلفة المزارع بشكل كبير جداً لأن كمية الأسماد اللي بيستخدمها هتقل قوي المبيدات هتقل جداً الانتاجة نفسها هتزيد وهتضعها بشكل كبير فده كله يبقى له مرضود ونعجاز في معايير وضوابط جديدة في التعامل في هذه المشروعات علشان نحق الاستفادة القصوة بالزبط والحقيقة الدولة بتخش في مثل هذه المشروعات بكل مقاطيات من قوة يعني احنا مثلاً في موضوع تطوير الرأي ده هنلاقي وزارة الزراعة بتقوم بأعداد دراسات الجدو وزارة الموارد المائي والرأي بتقوم بأعداد دراسات المائي وزارة المالية بتتحمل التكلفة التمويلية عن الفلاح البنوك الوطنية بتقوم بتمويل الفلاح عشان يطور الأرض فالحياة جهود وتكامل علشان نطلع بمشروع فعلاً يخدم الفلاح الدولة المصرية نفسها عاملة مبادرة للمبادرة حياة كريمة 700 مليار جنيه هدفها تطوير حياة سكان المناطق الريفية ده ليه؟ عشان أعمل تنمية مجتمعية يستمر سكان المناطق الريفية يفضلوا موجودين فيها فلاحينا ومزرعينا يفضلوا موجودين في أرضهم ويزرعوا ويطوروا ويلبوا احتياجات المواطنين من الغذاء إذن المحصول السنة دي عشرة من الأمحة عشرة مليون طن إن شاء الله تمام بزيادة قدرها أدي يعني السنة اللي فاتت وهل في المخطط أنه يتم زراعة أراضي جديدة خلال الفترة اللي جاء أو في الموسم الجديد؟ طبعاً احنا عملية التوسع في زراعة الأمحة تفضل مستمرة مش هتتوقف أبداً ودايماً هنكون حرصين على تطوير إنتاجنا بشكل كبير طبعاً الإحصائيات هتبهن بشكل دقيق بعد موسم الحصاد بإذن الله اللي هيبدأ خلال الفترة المقبلة ويمكن فيه تنصيق حدث بين وزارة التموين ووزارة الزراعة لأن احنا نبدأ موسم الحصاد مبكراً علشان نخلق أو نوفر مغزون استراتيجي أكبر من الأقماح والحياة يعني كنا دايماً بنبدأ موسم الحصاد أو موسم التوريد من شهر إبريل من نص إبريل النهاردة أو السنة دي احنا نبدأ من بداية إبريل إن شاء الله يبقى فيه توريد مستمر ويبقى فيه تواصل مستمر مع الفلاحين من بداية هذا الموسم أيضاً سهولة سداد المستحقات للمزارعين كل ده هيكون من الأدوات اللي تقدر تساعدنا في المزارع معلش ناسف المقاطعة بصوى المزارع بيسلم المحصول وبيستلم مستحقاته آه بيسلم المحصول وبيستلم مستحقاته طبعاً وخلال 48 ساعة بيكون مستلم كل مستحقاته المالية وفيه تنصيق مستمر بيحدث في هذا الأمر والحياة استخدام برضو التقنيات الحديثة وكارت الفلاح وما قامت به الدولة من جهود في هذا الصدد أيضاً بيكون داعم كبير جداً في تحقيق هذا التكامل وهذه التطور في الإنتاجية في المحاصل الزراعي طبقاً ما نعايز أتكلم من خضرتك عن المشاريع الجديدة اللي افتتحها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في بنيسويف وفي المينيا وأهمية هذه المشروعات الحقيقة هذه المشروعات مكملة بشكل كبير جداً ودعم بشكل كبير جداً للجهود اللي بتقوم بيها الدولة في قطاع الزراع منطقة المينيا دي تقريباً من المناطق اللي شهدت طفرة الزراعية حقيقية احنا بنتكلم دلوقتي مقربين على 750 ألف فدان في مناطق المينيا الجديدة المينيا وغرب المينيا وغرب غرب المينيا الحياة امتدادات مستمرة في منطقة المينيا وتوسعات مستمرة وزارة الزراعة أنشاءت مزرعة نموذجية هناك على مساحة 20 ألف فدان بحيث تكون محطة بحسية فيها كل النمازج الزراعية المختلفة حتى الانتاج الحيواني كمان موجود فيها وكمان في بنشويف هنلاقي توسعات كبيرة وهذه المناطق وعندنا مركز أو محطة بحوث ستس موجودة في بنشويف كل هذه المناطق هي دعم كبير جداً لخدمة الفلاح وخدمة مزارعي مصر واهتمام كبير جداً من قادة السياسية بتطوير صعيد مصر كل الشكر لك يا دكتور محمد شرفتنا ونورتنا مجهود كبير قمت بيه ولسه قدمك كتير ربنا يكون فلعون وأهم حاجة أنه فيه تواصل مستمر مع الفلاح والمزارع لأنه دايماً بيحتاج كل ما هو جديد في الزراعة دعم على كافة الصعود فكرة نحن نتواصل مع الفلاح قبل الزراعة ويكون فيه زراعات تعقدية ده مهم جداً بيسلم المحصول في نفس الوقت بفيش 48 ساعة بيستلم مستحقاته ده كويس مسألة التواصل المستمر ما بينكم ما بين الفلاح دي حاجة غاية في الأهمية لأنه تبتنعكس في النهاية على الإنتاجية شكراً لك دكتور محمد القرش متحدث باسم وزارة الزراعة شكراً جزينا